السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة دي اليوم نريد أن نشارك معكم فيها مشروب لفتح الشهية خاصة بعد الأخوات اللي تلقوني مشروب مكونات طبيعية يمكن لكم تستعملوا هذا المشروب هذا بكل أمان لفتح الشهية إلا ما كانش عندكم شي مشكل صحي وما كانش عندكم حساسية من هذه المكونات هذه يمكن لكم تستعملوا هذا المشروب هذا هذا المشروب بالنسبة للمرأة الحامل فهو ممنوع باتاتا وبنسبة الناس اللي يعانوا من أمراض مزمينة قبل ما يستعملوا شي وصفادة إيميل كنوصيكم باستشارة طبيب باش ما تقاديوش نفوسكم أحبيل عزاء أما الناس اللي ما يعانوا حتى شي مشكلوا عندهم فقدان الشهية يمكن لهم يستعملوا هذا المشروب هذا بكل أمان لفتح الشهية والزيادة في الوزن وعلاج النحافة المفرطة هذا المشروب هذا مكونات ديالو سوف نحتاج السلمية كيفما كنت شاهدوا السلمية أو الميرا ميال جافة سوف نحتاج أيضا مكون الورد اللي كنعرفوه كاملين الورد اللي كيتباع عند الشاب الورد الجاف سوف نحتاج مكون آخر وهو مكون الزعتر مكون الزعتر يمكن لكم تستعملوا في الوزن فهو مكيخليش انتفاخات والغازات عندنا في البطن ديالنا وكيف تحلينا الشهية بحد طريقة جميلة بزاف وطبيعية طريقة تحضير هذه الوزن فاشو نحضرها ثلاثة المكونات مكون الورد مكون الزعتر مكون السلمية أو الميرامية مع كأس كبير ونصف من الماء كأس كبير ونصف من الماء الساخن طريقة تحضير هذه الوزن طبعا بعد تنظيف هذه المكونات جيدا سوف ناخده كأس ونصف من الماء المغلى يمكننا ناخده في إبريق كيف تشاهدوا كأس ونصف من الماء المغلى كيف تشاهدوا أنا قمت بغلي هذا الماء هذا نقوم بإضافة ورقتين من أوراق الميرامية لهذا الماء ديالنا ونقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الورد الجاف نصف ملعقة صغيرة فهي كافية ونقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من عصبة الزعتر كيفما كتشاهدوا هذه المكونات هذه نغلق عليها نقع واحد المدة خمستاشر دقيقة كيفما كتشاهدوا كيفما كتشاهدوا ضغياء كتبدي اللون هذه المكونات هذه هذي نغلقوا الإبريق ديالنا ونخليه واحد المدة خمستاشر دقيقة ومن بعد أحباي العزاء نبدأ نتناولوا هذا المشروب نتناولوا منه نصف كأس صغير فهو كافي بحالة الشكل هذا يعني ما نكتروش منه نصف كأس صغير ديال الشاي ديالنا ناخده قبل وجهبات بخمستاشر دقيقة من هذا المشروب فش هJUN يتحدر لنا يعني فش هنحدروا غ Union ه plastics نقومه باخدモل نسف كأس صغير من قبل وجبة بخمستاشر دقيقة فقط نسف كأس صغير فهو كافي ونخده قبل الوجبات إلا خذينا في الأيام العادية قبل الإفطار قبل الغداء قبل العشاء ب 15 دقيقة أما إلا خذينا في الشهر الفاضي يمكننا بعد واجبة الإفطار مباشرة نخده نصف كأس صغير كيباش نحضره نفسنا نتناول واحد وجبة دية العشاء جيدة وقبل وجبة دية الصحور ب 15 دقيقة نخده نصف كأس آخر أما في الأيام العادية كما قلت فالثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبة ب 15 دقيقة نخده نصف كأس صغير من هذا المشروب كيفما كتلاحظوا هذا المشروب هذا تغيير اللون دياله بسرعة بهالطريقة هادي غالين نفتحوا الشهية ديالنا بشكل طبيعي ومكونات طبيعية دائما نستمر الحامل بعدم استعمال أي نوع من الوصفات في فترة الحمل وأيضا الناس اللي عندهم أمراض مزمينة ان كلهم دائما نستشروا مع الطباب ديالهم كنتمنى منكم أحباء العزاء إلى أنكم تجربوا هذا المشروب هذا لفتح الشهية والزيادة في الوزن وكنتمنى منكم إلا كان هذا الفيديو كي يستحق تجيعات ديالكم فما تبخلوش على يب تجيعات ديالكم وما تبخلوش على يب دعوات ديالكم والاندمام إلى أسرة قناة جربحكم متواضعة والتشجيع بلايك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن المولع الزوجين ترجمة نانسي قنقر